على التليفون العادي كانت حاجة غريبة جدا ولكن طبعا دايما فيه كابل بيأكلوا السمك معرفش ليه في مصر بس عندنا الكابل اللي بيأكلوا السمك دي برا السمك الزهر معندوش سنين زي السمك اللي عندنا غيره معركة بالأسلحة النهارية بمصر القديمة واستدعاء الجيش للسيطرة عليها ده الخبر ده أنا بقى هديه لسيد مدير أم الجيزة وعلى فكرة يا جماعة دلوقتي المعارك كلها دايما بأسلحة نهارية يعني معاك عوزي صغير معاك مدفع رشاش صغير معاك مسادة ستة وثلاثين طالقة كل ده في القاهرة نحن رايحين في حتة مقطوعة فدوقتي المعارك بقت عادي من كم يوم من يومين كان فيه محل بيفتح في وسط البلد جابوا طلقات رصاص في الأول ده 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 معركة غيره بالفيديو وزير الصحة يعنف طبيب فقوس العام لسوق حالة القسم اندهش وزير الصحة لما دخل ولقى فقوس العام مش نظيفة وما فيش التزام والدايق جدا وهو الراجل كمتخل في قوس العام دي تبقى حاجة كده زي مثلا الأمريكين هاسبتن في باريس مثلا يعني عادي زي أمريكين هاسبتن في باريس العام يعني طب هو كان المفروض كما الدكتور يقول له يا جاري يا طبخ يا سيدي كلف يعني بعت لنا فلوس غيره السادات مصر تحتاج لرئيس لديه خلفية عسكرية لاشتعال الحدود طبعا الرئيس اللي بيبقى عنده خلفية عسكرية ده ما بيبقاش مثلا ايه كان وهو صغير كان بتفرج على أفلام حرب الشافر مثلا أو كان وهو صغير مثلا أو أما كان في الجامعة كان دخل الجيش مثلا لا دخل الجيش مثلا قد خدمة عسكرية اللي بيبقى عنده خلفية عسكرية ده بيبقى مظابط بيبقى مجيش وهو قال كده معنا طلعت السادات واضح انه هو عايز رئيس عسكري لكن للأسف احنا لغاية دلوقتي مش عادي استخدمت للأسف ليه ولكن للأسف احنا لغاية دلوقتي ما عندناش في المرشحين اي حد زو خلفية عسكرية معادة مثلا سيادة الفريق مجد حتاتها انما البقيين احمد شفيق وعمر سليمان لم يرشحوا نفسهم بعد ومحمد بلال طبعا غيره صحيفة اسبانية ايطاليا تفرض حظرا على البرقع ومطاعم الكباب فيهمنا البرقع لكن المطاعم الكباب يعني اخواننا التلاني برضو سعب يزودوه قوي فيهمنا البرقع يعني انه النقاب والبرقع الحاجات دي بتضيقهم اسلام ومسلمين وقعدة وتفجيرات وكل ده انما مطاعم الكباب قالك ان مطاعم الكباب دي بتضيع شكل الاكل الايطالي ونجهته داخل شوارع ايطاليا طب ولما احنا بنكل اكل ايطالي هنا محدش ليه قفل المطاعم الايطالية احنا هنقفل البيتزا احنا كمان اي حد بتاع فيتزا هنقفله بكرة غيره ناس غريبة احتراق سلاسة منازل واصابة اتنشر في المشاجرة ببانها ديوقتي اي اخناق يا جماعة مات اتنشر اتعور تسعة وتسعين اتحرق خمستاشر بيت عادي ده دا العادي في اي اخناق دي الخنقات العادية بتاعت المصريين غيره المجلس القومي لحقوق الانسان يزور السجن المزرعة بتوره والتقي رجب حميدة وقسامة الشيخ وعلاق وجمال ورجال النظام المحبوسين رفضوا مقابلة الوافد المسألة دي بقتش مهمة اوه بالنسبة لنا لان احنا خلاص انه علاق وجمال شوفنا انه هم موجودين احنا كان كل الناس اللي بتروح دي كنا عايزين بس نتطمن انه هم موجودين في السجن الا اذا زي ما احد المحامين اللي قالوا ان الناس اللي وقف في القافص دول لا هم علاق ولا هم جمال ولا هو حسن مبارك مثل 2004 مش هو اه انور وجدي غيره بيتعلموا منها الحكومة البريطانية تتتبع الرسائل القصيرة لمواطنية لاستياد مصير الشغب مفيش فايدة امن الدولة هو امن الدولة حتى لو في بريطانيا يعني ام الديموقراطية برضو يعني خدوا التجربة المصرية باسوأ يعني صفاتها قالك المصريين عملوا ايه كانوا بيتتتبعوا الرسائل كانوا بيعاملوا كذا كانوا بيعاملوا كذا اعمل زي يوم اخواج غيره قلق ودحشة وبعض الارتياح بين مستخدمي الفيسبوك لاستئناف محاكمة مبارك طبعا كان فيه كلام كتير مكتوب على الفيسبوك على هذا الموضوع لكن انا عايز اتوقف عند نقطة اللي ناس كتير ايدتها اللي هو وقف البث بتاع المحاكمة انا ضد هذا الموضوع انا كنت شايف انه لازم يتم استمرار البث ولازم الناس اللي هي عايزة تعرف الحقيقة والعدالة والقصاص تشوف ازاي يا جماعة افردوا مثلا ان جي القاضي في الجلسة الاخيرة وقال ان الناس دي خدت برقة هتفهم ازاي انت جي في الجلسة الاخيرة قال ياخد اعدام ده بس هو قال حتى النطق بالحكم ايوه ايوه انت هتفهم ايه ليه وصلنا لكده هو كمان مش قانوني ولا 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 مفروض ايوه بس ده ظهر في استثنائي انت لازم تشوف الحكاية دي قدامك الناس هتقعد تقول المصريين بيشكوا المصريين بيشكوا في ظهر ايدهم اه حقيقي يعني خلاص احنا بعد كده هنخش في برحلة مش لطيفة وحتسمع اشعاد غير عادية كان هيحصل ايه كان لازم تحول المدعين بالحق المدنة للمحكمة مدنية وبعد كده كمل انت شق الجنائي بتاعك في هدوء ايه كان هيحصل يعني المهم اكثر من الف سؤال دكتور عبد بن عبد الفتوح مرشح رياسة الجمهورية الفقرة القادمة مرشحين رياسة الجمهورية واللي حيحكم مصر في فترة رياسة القادمة عليه اعباء كثيرة جدا وسيكون له دورا تاريخيا في حياة هذا البلد ابقوا معنا اشتركوا في القناة 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 مؤكدا ان مصدر السلطة الحقيقية والتشريع سواء القانون او الدستور هو الشعب بغض النظر عن مراجعية هذا الشعب كما يرى ان المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات دون تفرقة بين المواطنين بسبب العرق او الجنس او الدين او الفكر السياسي في اعقاب صورة 25 يناير اعلن الدكتور ابو الفتوح ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية 2011 وقبل القرار بالترحيب من بعض القوى السياسية الا انه لقى اعتراضا من قبل مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين لاعلانهم مسبقا عدم تقديم اي مرشح لانتخابات الرئاسة القادمة واعلن المرشد العام لجماعة الاخوان ان على اي عضو في الجماعة يرغب في ترشيح نفسه ان يترشح مستقلا بعيدا عن اي دعم او تأييد من الجماعة وبسبب ذلك اعلن الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح استقالته من جماعة الاخوان المسلمين وهو القرار الذي اثار جدلا واسعا في الاوساط السياسية حيث اعتبر البعض ان استقال الدكتور عبد المنعم مجرد مناورة سياسية للاخوان من اجل القفز على الحكم من خلال الدفع به لهذا المنصب بهذه الحيلة وليد فريد القاهرة اليوم دكتور عبد المنعم ابو الفتوح هو شخص معروف لدينا يعني شخصية موجودة في المجتمع المصري ليها تواجدها ليها معاركها ليها نضلها ليها اعتقالها ليها مقابلاتها الصحفية ليها مقابلاتها التلفزيونية ثم تأتي نقطة التحول في تاريخ هذا الرجل عندما يقرر الترشح لرئاسة الجمهورية وزي ما قلنا حضراتكم ممكن تبقى دير المقابلة الأطول عشان حضراتكم تقدروا تعرفوا بالضبط من هو عبد منعم ابو الفتوح رئيس الجمهورية مساء خير يا فتن بزحة مساء خير يا فتن بزحة مساء خير يا فتن بزحة عمل يا فتن الحمد لله هل كنت في أي لحظة من اللحظات بتفكر تعرف دايما الناس يقول لك وأنا صغير كان عندي حلم أن أنا بقى رئيس أو أبقى ظابط أو أبقى دكتور هل في أي لحظة جالك خاطر أنك ترشح نفسك رئاسة الجمهورية تبقى رئيس الجمهورية غير دلوقتي طبعا أه يعني لا يعني الطموحات دي بتاعتك كانت يعني أنا بقى دكتورة بقى أستاذ جامعة موضوع الرئيس ده ما كانش مطروح على الصحة المصرية كلها من اتنين وخمسين وأنا موليد واحد وخمسين فأنت جيت مع انتهاء الحلم يعني أنت تولدت فورا قتل الحلم الرئاسي قتل الحلم الرئاسي عند كل المصريين ده مش مطروح وأنا دايما هنا أقول النقطة اللي بتتقال لما البابا شنودة مع تقديري لي يعني سأل الرئيس مبارك قال له هو ممكن برئيس مصر قبطي فقال له ولا مسلم ولا مسلم طب كانش وارد عندي ولا عند غيري الأمر الثاني أن ده بالنسبة لي ليس حلم يعني قد يكون أنا وانا في شبابي أحلم وانا في السنوات العامة أكون طبيبا أكون كذا أما بالنسبة لي هذا الموضوع ليس حلما ولا طموحا شخصيا ولكنه واجب خدمة وطنية أنا متخالي ورأيي فيه من زمان يعني أن أي إنسان مفروض يتقدم لمثلي لأي واجب وطن يجب أن يتقدم ليه بحس أن دي خدمة وطنية مش شخص يحقق طموحه مش عيب طبعا الشخص يبقى لي طموح لكن في مجال خدمة الوطن لا يكون محلل للطموحات الشخصية طموحات الشخصية تقف عند حدود المهنة حدود التجارة حدود العمل الخاص أما حينما يقوم الإنسان بخدمة وطنه فهيجب أن يغيب الطموح الشخصية كنت بتحب عبد الناصر طبعا يعني في فترة شبابي كنت بحب عبد الناصر مين من الشباب جلنا ما كانش بيحب عبد الناصر طبعا إحنا كنا بننظر في عبد الناصر الزعيم اللي عمل وعمل وعمل لكنها يعني نكسة سبعة وستين كانت مرتبطة بانتكاسة عبد الناصر وحبنا وتقديرنا اللي انتكس معها نكسة سبعة وستين عبد الناصر في نفسنا وفي تقديرنا وفي حبنا وحسينا أنها كنا مخدعين للأسف يعني نعم أنت الشاب الوحيد من الإخوان اللي كان يحب عبد الناصر أو من القلائل يعني ما زنش يعني أصلهية اللي يقول غير كده بغض النظر يعني أنا رقف عبد الناصر التغير بعد سبعة وستين لكن كان قبل سبعة وستين احنا كنا احنا شب Applications صغيرين يعني لما حدي يجي يقرب لعبد ناصر دلي تطفلي قولي طفله طفل تاني نoggُن اذكر ونحن نلعب يعني يقول الطفل التاني هو إيه إنتمين يعني هو إنتuy tubuk عبد الناصر أو إيه يعني كان عبد ناصر بالنسبة لينا جميعهم للشعب المصري وخروج الشعب المصري لما تنحى عبد الناصر قبل أن يدرك الشعب أنه هزم وأن صرواته العظيمة ضاعت وأنه وأنه لكل وما كان يقوله أخونا أحمد سعيد من الطائرات التي تساقطت رأي ستطلع بيبا في باعة عندي كله فإنه خدع وخدم وأن ما عشنا فيه من تقدير وعزاز وكذا وكذا لم يكن أو كان جزءا كبيرا منه عشان وقعد يبقى منصف شعرات كبرت وسنك بقى كبير بعد وفاة عبد الناصر وتقدر تقدر كنت بتحب السادات لا يعني أصلا كلمة تحب إيه يعني أنا مثلا كنت أقدر السادات لأن السادات مش برضو يعني ما أقول له عدلية في النهاية ولكن في ناس يعني حتى في أمريكا في واحد يقول لك والله أنا من ناس تحب كيندي في واحد يقول لك يعني أصلا كلمة حب ممكن تفهم لكن تقدير لنلغيس السادات فيه ناس ما تطئوش فيه ناس بس تقول لك أنا ما أحبوش ما تطئوش لا يعني ليست المسألة العاطفية بين أي مواطن وبين رئيس الدولة مسألة مسألة موضوعية السادات في أول عهد ولا شك حينما كلهم أنا ملاحظ حكاية أول عهده دي أنت برضو عبد الناصر أول عهده السادات أول عهده ما ده الواقع مؤلم الواقع المؤلم أن الاستبداد السلطة المطلقة مفسادة مطلقة تؤدي إلى هذا الفساد في غياب الرقابة في غياب الإرادة الشعبية أن الرئيس جاي ورس الوطن ورس الوطن بمن عليه فطبيعا أن يتصرف بهذه الطريقة حتى في أول عهدهم لما يتصرفوا كده ليس أكثر من البحث عن زعامة اتسجنت في آخر عهد السادات وجاء الرئيس مبارك كنت بتحب الرئيس مبارك؟ لا 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 كنتش بحب الرئيس مبارك ده الوحيد لا لا أنا لم أقولتش برده كنت أحب لا يعني أصد لا كان ردك واضح فده لكن أنا في رد واضح فمبارك أن مبارك ممرش سنوات قليلة من عمره ما كانش فيه الأول وشهر العسل يعني كانش منه يعني هو مبارك لما ييجي في أول عهده ويطلق صراح كل السياسيين معدى السياسيين الإسلاميين يعني هو أول ما جه بأسبوع طلع فوات سراج الدين وهيكل وعب عظيم الله يرحمه ومنافه وغيره ولم يخرج ولا إسلاميا وحدا فكان هذا إعلان من أول ساعة لحسن مبارك أنه ضد الحركة الإسلامية وضد هذا لأنه كان على ليطلع الأستاذ عمر كان معنا في السياس ما كانش ينفع كان لسه اللي قاتل السادات جنبه وكان وده علاقته ايه باللقاتل السادات؟ علاقت الإخوان بالموضوع يعني؟ يعني ايه ولا يعني ولا أي حاجة ولا في علاقة والإخوان أول ما نستنكر هذا إخوان تاريخهم كله ضد الإغتيالات السياسية إذا أخرجنا بعض اتصرفات الفردية لحسن تيام لم يكونوا في يوم من العيام دعاء لإغتيال سياسي إغتيال السياسي جريمة وإراقة دماء فرد واحد كبير عند الله سبحانه وتعالى فتك الرجل ده حكمنا ازاي 30 سنة؟ حكمنا 30 سنة بالقهر وبالتعذيب وبما عصابة باع لهم الوطن وباع لهم الأرض وباع لهم الصروة من أجل أن يلتف حوله ويحموه وفي مواجهة شعبه وشعبنا بطبعه شعب عنده قدر من الصبر الذي لا يعرفه كثير من الناس الشعب الصبر حتى انفجر وكان هناك رسائل كثيرة لكن يبدو ضيق أفقه من ناحية وعدم زكاء الاجتماع من ناحية وبطانة السوء التي كتحاوله من ناحية أخرى وأسرته التي سولت له السوء أعمال من ناحية رابعة كل هذه العوامل جعلته لا يفهم الرسائل ولا يفهم غضب الشعب ولا يعي هذا خلص حكم مبارك وتحقق حلم الإخوان وبقى اليوم حزب يا حلم الإخوان ده إنه يعني حق الإخوان حق الإخوان وحق كل المصريين إنه بقى اليوم حزب أن يكونوا الوطن ملكنا كلنا كمصريين إخوان وغير إخوان إنه كل يوم حزب هل أنت من ناس اللي كنت مؤيد إن الإخوان يبقى اليوم حزب ولا يكتفوا بالجماعة فقط لا أنا رأي اللي قلته من أربع سنوات إنه لا يجوز أن يكون الإخوان حزب ولا أن يكون لهم حزب أصل كلمة لهم حزب دي يعني 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 الحزب ده من ناحية القانونية فرع لجماعة الإخوان لا لكن أن يذهب مجموعة من الإخوان وده حقهم مثلهم مثل كل المصريين ومع غيرهم من المصريين نعملوا حزب هذا حقه وده اللي حصل إن فيه حزب تم فيه إخوان وفيه غير إخوان لكن ما أتمنى وده مش حزب الإخوان؟ لا أصل كلمة حزب الإخوان هو ده اللي أنا ضده الآن أنت بتسأل الآن الممارسات العملية حتى الآن لا تستطيع إلا أن نقول إنه ده حزب الإخوان بالضبط كده حتى يكون الإنسان أمينا أنا لا أريد هذا لأن هذا لا هو لصالح الحزب ليه بأي المشكلة في رأي يمكن يختلف معايا بعض الإخوة الأعزاء في الإخوان أنفسهم إن يجب أن تظل الحركة الإسلامية سواء ممثلة في أداءها أي مجموعة دعوية أو أي تنظيم دعوي أو مؤسسة دعوية سواء كانت رسمية مثل الأصهر أو شعبية مثل الإخوان أو الجمعية الشرعية أو الحركة السلفية أو أو تظل هذه المؤسسات الدعوية في دورها وواجبها كمؤسسات دعوية تربوية اجتماعية وهذا الوظيفة التي تؤديها هذه المؤسسات أقوى من أي حسب قصة أقوى أو أضعف قصة أنها وظيفة هامة لمجتمعنا وانتحرك لعل كل علماء الاجتماع يدركوا أن ما مارسته الأنظمة على مدار ستين سنة على هذا الوطن العزيز لم يحميه من الانهيار التام والإنفلات والتفكك التام إلا القيم اللي المؤسسات الدعوية سواء الرسمية في الأصهر أو الشعبية سواء الإسلامية منها أو المسيحية زي الكنيسة حافظت على قدر من الترابط وعدم تفكيك هذا المجتمع بما نشرته بين أبناء من قيم ومبادئ وبالتالي الوظيفة دي وظيفة دعوية والتربوية وظيفة هامة للوطن والوطن يحتاجها ويجب على هذه المؤسسات أن تتفرغ لها ولا تشغل نفسها بالمنافسة الحزبية وتترك المنافسة الحزبية للأحزاب ولا تدخل الاتنين في بعض وينطلق الأحزاب تنافس كما تريد هو ده دور هو ده واجب فهذا تمييز وظيفي أنا نديد به أن فصل الدعوي عن العزبي هل تألمت لما ما جاتلكش دعوة فطار الإخوان طب تحضر فطار الإخوان أنا مش يعني يمكن أن تخلفت مرة من كم سنة عن فطار الإخوان لكن أنا لست ولا يجوز أن يوجه لي أحدا دعوة الإخوان يعني هم إخواني لا بس وبيتي لا معروف دي الإجابة والمدرسة دي ليست إجابة غير الإجابة تدل على الحق أنا شخصيا لو أنا في الإخوان وكل هذه السنوات وتسجنت بسبب الإخوان وتسجنت بسبب مبادئ وليس بسبب الإخوان يعني جزء برضو هم كانوا بيقبضوا عليك لأنك جزء من هذه الجماعة آه لا أنا بقوض عليها بسبب معارضة للسلطة أنا إحساسي يعني أنا مثلا لو البرنامج ده حصل لي حاجة وما دفعش عني ممكن يعز علي يعني أو عملوا فطار وما دعونيش هتداي لا أنا لا أدعى أنا صاحب بيت لا أدعى أنا صاحب بيت كيف أدعى أنا مش بقول إنها ما دعونيش ولا أجوز ولا أرضى وعتبر لو أنا دعيت لفطار الإخوان هذه إساءة ليا يعني إذا حضرتك زي ما كده يعني ولادك يتصلوا بي حضرتك بتقول كده يقولوا لك تعال أفطر الأستاذ أستاذ زحمد أبو بركة كان معايا قال لي إحنا قررنا ما ندعيش الناس مرشعون نفسها للرئاس ده موضوع تاين الناس مرشعون نفسها من الضيوف مش من أبناء وأهل المدرسة هو أنا سألته عن حضرتك هو يسأله هو يقول ما يشاء أنت بتسألنا أنا ولا هو يقول ما يشاء أيوة أنا بقول لك هم رأيوم هم قالوا أنه حضرتك حتى ما كنتش هتدعى لأن حضرتك بنشر نفسك للرئاس أنا لا أنتظر الدعوة أنا بعلق على مسألة أنت بتقول دعيت أو ما دعيتش أنا لا أرضى أن أحد يدعين أنا إذا أردت أنا أذهب أذهب وأنا يمنعني من الزهاب إلا أنني كان عندي مؤتمر في قاع زفتة مؤتمر مع أخواننا الفلاحيين وأبناء زفتة ولما أكن يعني رابط بين المعيد لكن حتى سواء أنا موجود أو غير موجود إذا قررت أن أذهب لأن تذب دعوة من أحد هل بينك ومن الإخوان مقاطعة لا يوجد لا مقاطعة ولا قطيع بين ود وحب وتقدير واحترام والخلاف في الرأي الذي ندعي نحن جميعا أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية يجب أن نحول هذه الشعرات يا أستاذ عمر في مجتمعنا كله إلى واقع وسلوك وأولى أن يحول هذه الشعرات رفع السلوك اللي بيدعوا أن هم أصحاب قيم ومبادئ لكن نقعد نربي أولادنا على أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وحينما نختلفه في الرأي يبارس بعضنا بعضا بالسباب والتجريح والإساءة فيه خلاف في الرأي في مسألة تراشح راسة بيني وبين إخواني فيه بعض الخلافات لكن هذا لا يفسد للود يفسد إيه ده أحدك برا الجماعة دلوقتي أنا برا لأن أنا عندي مشروع وطني لا أقصد لا يفسد للود إيه أنت حضرتك خرجوك من الجماعة يعني يفسد إيه ده فيه أكتر من كده إيه وإيه علاقة الخروج من يعني حضرتك من أول ما اتولات أنت عوضوا في جماعة إخوان المسلمين وإنت حضرتك لازم حضرتك تدرك أن الإخوان المسلمين بمفهومين عشان ما أنا قد شواء إخوان المسلمين كتنظيم أنا خارج التنظيم الآن بإرادة مني ومنذ وقت منذ ما اعتذرت عن مكتب الإرشاد وأنا بتخلى عن مسؤوليات الإدارية أنت مصر أنك تفسد للود اللي بيني وبيني إخواني إيه مصلحتك في هذا يعني أقول لك أنا وأنا صادق فيما أقول ولا أحتاج لتزايد في هذه المسألة أنا أحمل كل ود والتقدير لكل المصريين فضلا على أن يكون هؤلاء المصريين هم إخواني لأنا تلمزيتي وولادي وإخواتي لأنا تربيت في أسطوم ومعهم ومازلت على أحمل كل الحب والمودة له نص الورق ده الألف سؤال أو كله أو أغلبه في الموضوع ده ولكن احنا حنعبره يعني ولكن فيه جزء كتير بيتكرر أنه والله دي تمثيلية عمولة بين عبدنا عبد الفتوح وبين إخوان المسلمين الإخوان حابين أن يبقى لهم في السباق الرئاسي تلاتة أربعة بس يبقى لطيف برضو أن احنا ننفي مسؤوليتنا عن الحادث من بعيد ولما تبقى تيجي الانتخابات يبقى حلها ربنا وأن ده بس مظهر قدام الناس لأن الإخوان لهمش مرشح رئاسي ولكن المرشح رئاسي للإخوان رسميا هو عبد منع بفتوح وأكيد أن تقريت الكلام ده كتير شوف يا أستاذ عمر الذي ينفي شيء بينفيه لأنه شيء يعيبه أو يجرحه أو يسيئة إليه أو ليس حق من حقوقه وبالتالي لو أن الإخوان يريدوا أو حزبهم بمعنى دق لأننا أصلا ضد أن الإخوان يبقى لهم مرشح أو هم لأن لسه نحن شرحين فصل الحزب وبالتالي لا محل لأن الإخوان يكون لهم مرشح ولا أن هم يبقوا معه مرشح أو ضد مرشح هذا ليست وظيفته كمؤسسة دعوية دي وظيفة الحزب فبالتالي لو أن الحزب الإخوان حزب الحرية والعدالة أو غير من الأحزاب يريد أن يكون لهم مرشح يعلن أنهم مرشح هذا عقق مرش لماذا يحتاج تمثيلية عشان يعمل حاجة اللي يجل مثلا غير قانونية أو غير مشروعة عشان يأكد أننا ملناش مرشح في الرئيس وليه يعني لو هن يريدوا أن يكون لهم مرشح ليه يقولوا إحنا ملناش مرشح يعني على هدف إيه لا علشان يباني أنه غير طالب لهذا الكرسي وهو مش ناوي سيطر هو طلب الكرسي عيب لأي فصيل سياسي هو عايز ما يخوفش الناس يعني ما يخوفش الناس بسلوكه وعمله وليس بمجرد هذا يعني يأخذ خمسين في المية من البرلمان ما ملاش يأخذ كمان عشان ما يخوفش الناس هو أهل خمسة وتلاتين عشان يبقى معادة تلت الحاكم أصدرول حيرشح خمسين يأخذ خمسة وتلاتين يأخذ عشر لكن إذا كان في السياق ما يخوفش ما بلاش يرشع في البرلمان وعشان ما يخوفش الناس بلاش يبقى موجود في المجتمع خالص هو كان ممكن يخش على كل الكراسي هو كان ممكن ينافس على كل الكراسي هو قرر لا لا يستطيع الإخوان أن نفسه على كل الكراسي وهذا السياق الحديث هذا السياق التناول مسألة أن الإخوان كأن الإخوان يقدروا ينفسه على كل الكراسي وما يقدروا يشوه يعني يتبرعوا ببقية الكراسي للمواطنين الغلابة مثلا الغلابة يعني عشان سيبيلهم شوية لا شوية لبراليين وشوية سياسيين عشان بس يبقى فيه يعني منظر الإخوان لا يستطيع أن ينافسوا على كل الكراسي وليس لمصلحة الإخوان أو بمعنى أدق عشان أبقى متسق مع اللي بقوله مع الحزب أي حزب من الحزب ما في حزب الحرية والعدالة لا هو قادر ولا ليس لمصلحة هيك عزب ولا لمصلحة مصر أن ينافس على كل الكراسي وبالتالي السياق اللي بيقول إخواننا العالميين وبيقولوا البعض اللي مش فاهمين الواقع المصري أن كأن الإخوان بيتبرعوا بهذه الكراسي اللي ممكن يأخذوها لبقية الناس هذا إساءة للإخوان وإساءة المصر وإساءة للقوة السياسية هي لهجة الإخوان بتبين كده قال لك حنكتفي وليس لنا حنكتفي ده معنى أنه نكتفي دي أنا مسمعتاش من حد ولحدها لا يبقى غلطان لأن نكتفي زي ما بقول هذا إهانة للشعب المصري لا أظن أن حد بيفهم يقع فيه لأنه معنى يقول نكتفي معنى هو الذي يقرر أنت أسل الليومين دون نبرتهم شوية كده فيها أن إحنا جايين خلاص مضوع قلق يعني فيه ثقة عالية جدا في هذا الكلام أنا بتصور أن الإعلام اللي يدور في هذه المسألة وجزء كبير مع احترامي للإعلام بصف عامة وهو التوجه وطني لكن جزء من الإعلام الحقيقة بيحط صباعه في كثير من العجين ويفسده يعني أن أن الناس كلها تحس بالنشوة مع أننا ضد هذا وبما فيهم الإخوان بعد الثورة وأن الوطن استرد للجميع فتجد أن إذا كنت حراك تتكلم عن النشوة فهي موجودة عند الإخوان وعند السلفين وعند الليبراليين وعند اليسار لما بعض الأحزاب الصغيرة أو التجمعات الصغيرة يتصور أنه يملك الوطن كله بأنه شارك في الصور أو بعض الذين شارك في الصور أنا أتصور أن دي حالة من حالات النشوة يعني شعور إنساني أنا ممكن أتفاهمه كطبيب إن شعور بالنشوة عند الجميع لكن لا يجوز أن يستمر هذا الشعور لأن الوطن لا يخدم بالعواطف الوطن يخدم بالعمل الجاد والصادق وبالتالي مسألة لصق المسألة التعالي والغرور اللي إحنا شعرين اللي هو عند الإخوان المسلمين لأسف عند الجميع وده غلط أنا مش بقوله بقوله وبأيده لا ده غلط لكن سببه النفساني إن ناس عاشت في كبت ومصادرة وده الشعب المصري كله دون استثناء فيه استرد وطنه استرد حريته فقد يدفعه هذا لحالة نفسانية لا يجب أن تستمر ويجب أن يكون دائما يعني القائد بتاعنا هو العقل والمصلحة العليا للوطن وبالتالي أتمنى أن يكف الإعلام عن التعامل الإخوان المسلمين بالغرور يعني يذهب مرشد الإخوان فيجد ناس ضيوف فيقدموه لأن حفظوا القرآن يصلي بالناس يطلع الإعلام يقول لك مرشد الإخوان يصلي بالحكومة يعني إيه أصدك إيه بيصلي بالحكومة ما طبيعي أن أنا في أي مكان والأستاذ عمره حفظ القرآن وأنا رجل بسيط مش حافظ أقدمه للصدفة هي صدفة أن المرشد هو الوحيد للحافظ في كل الإخوان المسلمين لا مش في كل إخوان دا هو ما كانش فيه غيره في اللقاء دا اللي أنا اعتذرت عنه وهو الفطار عند السفير السعودي بسبب يعني مرض ألم بيه هي الصدفة فالإعلام يجبها على أن يمكن المسائل لو أحب أصنف دكتور عبنة فطوح أصنفه إزاي يعني مثلا أنا عارف أصنف عمر موسى إزاي عارف أصنف حازم بوسماعيل إزاي عارف أصنف البلد عيز إزاي أصنف حضرتك إزاي وأنت مش عارف تصنفني أنا بسأل حضرتك قولي يعني عشان أبقى عارف يعني هل أقول مثلا ممثل الطيار الديني يعني أنا أولا مسألة التصنيفات دي أنا مش معها يعني مسألة التصنيفات مش معها لأن حينما تقول وأنا افتخر وأعتذي بهذا أنني أنتمي للمدرسة الإسلامية الوسطية التقدمية المعتدلة وده على مدار تاريخي كله ومدار أدائي أعتذي بهذا لكن أحيانا أنا أخشى أن أنا أحط نفس تحت هذا الأنوال اللي أعتذي به ويقول أن أنا مرتبط به ومقدره ألا يفهم الآخرين أنني أنفي الإسلامية عنه والإسلام ده شيء عظيم الدين شيء عظيم يا أستاذ عامر يجب أن نقدر لا أنا ما أقولش أنت قلت أنا بشرح لك ويجب أن نقدر أن وطر الدين وطر منحساس في قلوب الناس وبالتالي نحن نعتز ونقدر كل من يعني عايك تبع مرشح طيار الديني طيار الإسلامي الوسطي المعتدل أنا بقول أنا بحط نفسي هذا أبعا أنا مرشح مين أنا مرشح الوطني طبعا اللي منتامي لهذا الوطن بكل مسلمين وعقباط وكل لأن لا يمكن حد ولا أتصور أنا ولا أفهم على مستوى الشخصي أنا أتقدم لهذا الدور الوطني وأنا وده سبب أن أنا من أول يوم قلت حينما قلت أن أفكر في ترشيح نفسي حينما أرشح نفسه فأستقيل من الإخوان المسلمين ليه الرغم أن الموضوع من ناحية الإدارية كان لا يستحق هذا لكن حتى لا يظل ارتباط بين الإخوان كحركة إسلامية تكن الارتباط يعني اتفك يعني أنت لو تسأل حد أي حد في الشارع تقول له عب نعم وفتوح يقول لك الإخوان أنا أعتزب هذا كمدرسة أنا لست مرشح الإخوان ولا أريد أن يكون للإخوان مرشح هي الناس في الشارع هي الناس في الشارع شايفة كده لا حضراتك بتقول لك أنت حركة ما عملتش استفتاء يعني يسأل أي حد قوله حضرتك اعمل ده جايز أنا غلطان اه اه ايه عمل ايه اه اه يعني أو اسحب أي ورقة من دول يعني حضرتك حضرتك تفرق بين أن الناس طبيعي بحكم تاريخي وانتمائي للمدرسة التي ما زلت أنتمي إليها واعتز بها وانكنت لا أنتمي للتنظيم الآن بسبب انشغالي بهذا المشروع طبيعا أن الناس لما تقب هذا الإدراك هذا الإدراك ليس عيب وليس قصور عند الناس لكن الناس من حقها تفهم من هذا الشخص أنه لم يعود في هذا المشروع الوطني ليس أنا في هذا المشروع الوطني أمثل جماعة الإخوان ولا أي حزب من الأحزاب ولا حزب الوسط ولا حزب الحرية والعدالة ولا حزب النهضة ولا أي حزب أنا مرشح مستقل أتمنى أن أكسب ثقة كل المصريين أو معظم مش كل طبعا محدش هيكسب ثقة كل مصريين معظم المصريين بكل اتجاهاتهم وألوانهم السياسية والدينية وهو ده اللي أنا أريده وبالتالي الناس تتعمل عليها بما أطرحه مش بما يريد الآخرين أن يفرضوه علي إيه الفرق بينك وبين دكتور العوة وبين حزب أبو اسماعيل الدكتور العوة هو الدكتور العوة أنا عارف فاندم الماء هو الماء والنور هو النور أنا عارف إيه الفرق أنا ليه مثلا أنا لو رجل عايز حد ينتمي للطيار الإسلامي في الانتخابات الجاهة ليه أرشحك أنت ومرشحش الدكتور العوة ليه مرشحش حزب أبو اسماعيل تسأله نفسك لأنه هو واجب اللياقة في تقديري واجب اللياقة يمنعني يعني أن أنا أقول الفرق بينك في كل دول العالم بيسألوا المرشح السؤال ده ليه أرشح حضرتك ومرشحش فلان أنا حضرتك ترشحني تبقى لبرنامجي أما ليه مترشحش فلان دي مسألة تقصك لا يعني ليه أختار حضرتك وما اختارش الدكتور العوة قول لي اختاره وهو أحسن مني فحا اختاره لا ما هو أنت مش هتختاره عشانا قلتلك اختاره أو ما تختاروش لو بعدين احنا اخذ بالحالك في دولة ليست يعني بهذا التمحيص في المسائل فأنا بسأل حاول نخلي الناس تقدر تفهم ما هو الفرق بينك وفي الدكتور العوة يعني مثلا كانوا أوباما دائما يقولوا ما الفرق بينك وبينك لينتون هيلري كلينتون فكان يقول لهم أنا أحسن لأننا ضرائبي كذا ولأننا عكذا ما يفردش علينا المجتمعات الأخرى أن نصير بنفس الأساليبة وبنفس الطريقة أنا لا يمكن بحل من الأحوال نأتي في أي وقت من الأوقات أقول إن أنا أفضل من فلان أو علان من كل مرشح الرئاسة التي أحمل لهم كل التقدير سواء العوة أو برادها أو جيل يا فنم تقدير ولكن فيه منافسة أنت أفضل منهم ليه طيب لا لم أقولتش أنا أفضل برضك منهم لا لازم حضرتك تقولي أنك أفضل أوباما يا فندم حضرتك لازم تقولي أنها الأفضل عشان اختارك أنت وما اختارش أحد تأني ولا أنا مع حضرتك بهذا السلوب أن أنا أقولك أنا الأفضل فتختارني وإلا طبعا كل مرشح يقولك أنها الأفضل هتختاره لا حضرتك هتقولي ليه الأفضل ليه يبا إذا أنت تقول ما هو برنامجك ما هي رؤاك وأنا بتراح عليك وبتشوف رؤى الآخرين وبرامجهم ليه دي اللي قلتها حضرتك وبينانا أنت لازم تختار مش أنا وحد هيقول اختارني ولا تختار فلان يا فندم حضرتك هتجي في وقت يجب أن يتم هذا التمييز الواضح تمييز في البرامج اللي بيترحل لا يا فندم وليس بهذا الأسلوب أنا مش مع هذا الأسلوب ولا أنا أفعله برامج حضرتك في الغالب هي شبيهة ومتشابها برامج بس أنا كنت أحاول برامج تاريخ المرشح بس هذا حضرتك أصلا أنت مصر هذا منعلم الناس حضرتك ما نعلم الناس بقى ده موضوع تاني بس أنت حضرتك مصر أن أقول أن أنا أفضل هذا لا يجوز أصلا ولا يصل ولو حديك مش الأفضل أنا أختارك ليه خلاص ولو أنا مش الأفضل في تقديرك لا حضرتك نفسك مش عارف أن أنت الأفضل لا أنا ولا يجوز مش مش عارف ولا مش عارف لا يجوز بحال من الأحوال أنه قاعد يقول قاسم يعني يا فندم أما أن أنا أقول أن برنامجي أرى أن برنامجي هو الأفضل ده صحيح وأن أنت تعرف الناس على أي أسس ومعايير تختار مرشحك ده مواجه يبكو كإعلام تختاره على برنامجه طبعا إحنا نعرف أن نسبة الأمية عالية في مصر فالبرامج ممكن ما تكونش لوحدها تختاره على تاريخه وتاريخ النضالي والتاريخ النضالي معروف بردك أنت مصر أن أنت تقولي أميز عن فلان عن عمر موسى أنت عليك تسألني عن نفسي لكن لا تسألني عما يميزني عن عمر موسى ولا العوة ولا غيره ولا غيره أنا بعيد عن هذا ولن أخوض في حق أي مرشح لن أحترمهم جميع لو حركت على أساس تاريخ النضالي فممكن يكون عمر موسى تسألني حضرتك عن تاريخ النضالي أقولك أن أنا قدمت إيه وعملت إيه وأرجو أن ده يبقى مقبول عند الله ثم عند الناس وعند شعبين تسألوا حضرتك عن مدى مصداقيته فيما يقولوا كل دي مسائل لا يمكن يأتي مرشح أنا ضد أن يأتي مرشح مجهول شخص مجهول عفوا ويعرض نفسه لترشح لمثل هذه الخدمة الوطنية لأنه لا يمكن لازم يكون معروف للشعب وله تاريخ لكن من حقه يا مواطن مجهولا زي ما فيه بعض الناس المجهول والمجهول ده لا يعني أنه وحش بس كيف تريد من شعب كيف تريد من شعب أن يختار المجهول حتى لو كنت ممتاز جدا وطبعا إحنا عشنا ستين سنة يا أستاذ عمر ستين سنة في حال التصحر سياسي الأرض السياسية المصرية لم تنتج زعماء بسبب حرط الأرض من نظم مستبدة وفاسدة حتى أني أنا شخصيا أتمنى كان يكون المرشحين من شباب الثورة الأربعين لكن يعني لأسف لكن ده سيأتي في جو الحريات إن شاء الله في المرة القادمة أو اللي بعدها نجد من شباب هؤلاء الشباب المصر الطاهر النقي اللي خرج بصدوره عارية لإنقاذ هذا الوطن العزيز من الاستبداد والفساد سنجد منهم رموز تصنعهم جو الدموقراطية والحرية كان ليك حوار في بابة الأهرام لحظت أن حضرتك عندك اعتراض أن عمر موسى وعمر سليمان أن هم يكونوا من مرشحين للرئاسة أو أنت شايف أنه بينتمر نظام السابق وانت ضد أن في حد من النظام السابق يبقى موجود في الانتخابات هذا صحيح؟ أنا كنت أتكلم بصفة عامة يعني مش بأسماء يعني يمكن الأسماء بغض النظر أحبش أخوط في أسماء حد لا بس الأسماء كانت موجودة رموز النظام السابق رموز النظام السابق الأستاذ عمر موسى بقول أنه لست من رموز النظام السابق وجهة نظر لكن أنا أرى الأستاذ عمر مع تقديري والصداقة الولد اللي بيننا أنه جزء من النظام السابق أو غير عمر سليمان وغيري رموز النظام السابق يجب أن يكونوا لكن حقه يمارس حقهم كمواطنين يرشعهم أنفسهم فحضرتك دلوقتي الرسالة اللي بتوصلها للناس يتفرج علينا دلوقتي اللي هم مهتمين من انتخابات الرئاسة أن حضرتك لست الأفضل والأفضل يكون بالبرنامج بتاعه ولكن أنت مش طبعا لا يمكن أنا متصور إلى واحد جاء لأننا الأفضل ولكن يقول أنا برنامجي هو الأفضل في العالم بيحصل كده والله مش عارف ليه نحن نختلف هنا لا 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 نختلف لأنه مش دي أخلقنا ولا يفرض علينا الآخرين أخلقهم ليس أخلقنا أننا أطلع لنا الأفضل وأنا الأحسن ودي كل دي هذا يعبر عن فراغ شخص عنده فراغ نفسي يريد أن يملأه بمثل هذه لكن يملأ الفراغ ده لو أنت الصادق مع وطنك وشعبك يملأه بعمل وبتاريخ وبنضال وبعطاء وبالتضحيات من أجل هذا الوطن يعرفه أبناء وطنك فيختاروك من أجل هذا يملأها ببرنامج حقيقي وصادق ليس بشعارات فيختارك أبناء شعبك ويقفوا معك لا أحد سينقذ مصر واحده ولن يأتي لمصر الرئيس فرعون بعد هذه الصورة العظيمة مصر لن يحكمها إلا شعبه وبالتالي إحنا ما تأتي برئيس ستأتي برئيس خادم لها يلتف حول شعبه ويكون صاحب مشروع وطني كبير يلتف الشعب معه وبيه فيحقق نهضة لمصر مش هيجي حد معه عصة صحرية مهما كان إمكانياته ويدوس على زراير ينقذ مصر من ما هي فيه مصر لن ينقذها من ما هي فيه إلا شعبها بتكتفه والتفافه حول نظام حكم هو الذي أتى به وبسؤولا عنه ونظام الحكم ده يشمر رئيس وحكومه وبرلمان ودستور فهو ده مصر تنجح بها فمحاولة استمرار من البعض إن احنا نظل إن الرئيس ده هو راعي هذا الوطن وإن احنا لسنا إلا رعاة عنده وتابعين لن يأتي هذا انتهى بقيم الصورة يعني ما يبقاش في فرق بينك وبين العوة وبين حزم اسماعيل خلاص الرئيس ده مش مهم أو عمر موسى أو عمر أنا ما قلتش مش مهم طبعا مش مهم يبقى أنا متقدم لي لا يعني أنا أقصد مسألة مش همة يعني يعني اللي إيه اللي مش همة الشخصية الرئيس أو همة جدا إذا بقى مش همة زم اللي حننتخب واحد يعني مش همة إزاي اللي أهم إيه مستك عن بقية الناس إيه مستك عن كل مرشحين أنا ليه رشحك أنا ليه رشحك ما بفتوح أه ما أنا قلت لحضرتك رشحني بناء على تاريخي وعلى عطائي وعلى تقديرك لمدى مصدقيتي من عدمه إيه الشيء اللي حتعمله لنا فأنا حس أن أنت يعني أعظم مرشح أنا حاولي لحضرتك أنا يعني أريد مش معرضك الألفاظ المجعمزة دي أنا لا أحبها وتكوني عندي قدر حساسية دي انطباعات أنا إنما حضرتك طبعا ليك وجهة نظرك يعني أعظم أنا بقول لحضرتك أنا كمواطن أنا كمواطن مصري أنا دوقتي عايز أختار رئيس أنا عامر قديم ما اخترتش رئيس أنت عارك تقول لي أنا أقول لحضرتك أن رئيس مصر يجب أن توفر فيه صفاتين رئيسية أي فرد وأنا بكتهد أن أوفرهم في نفسي أو بدعي أنهم موجودين فيه أو بكتهد أن يكونوا موجودين فيه من غير الأعظم ولا أنأح ولا كلام الصعب ده كله الذي يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فيه أو في غيري من الناس يعني الصفة الأولية أن يكون عنده قدرة على الحفاظ على استقلال قرار الوطني الذي ظل قرار الوطني قرار الوطني بمعنى قرار الوطني الاستراتيجي اللي هو قرار لصالح مصر مرهونا بإرادات غير مصرية في الخارج وفي الداخل لا تحقق مصالح مصر فيبقى دي قدرة النظام الحاكم وفي القلب منه رئيس الدولة أن يحافظ على استقلال قرار الوطني الصفة الثانية اللي يجب أن توفي أن يكون متصالحا مع الدين مصر بمسلميها ومسيحييها الدين مش على خلايا المصريين جو خلايا المصريين وده من يام الفرعان على فكرة تصور أحد أن يأتي رئيس متصادم مع الدين أو ليس متصالحا مع الدين يعني يا فندم متصالح مع الدين متصالح مع الدين رجل يقدر الدين وقدر قيم كل الناس المرشح نفسها دي بتقدر أنا ما قلتش الناس دي ما بتقدرش أنت بتسألني أنت بتسألني حضرتك ما هو أنت برضك استقلاق قرار وطن أنت ملفتش نظرك ليه ما هو كل المرشح يقوله حافظ على استقلاق قرار وطن ما هو طبيعي أنك أيه أيه الميزة يعني معلش فندم أنا أسف إحنا في وطن هقولك إيه الميزة إحنا في وطن ما فيهوش مثلا إيه ده كترة سياسة ما فيهوش إحنا مواطنين بسطاء جدا مما فيه ومنا أنا عايز أشوف حاجة في رئيس فحيث أن هذا رئيس يصلح وعايزة لا يصلح ساعدنا اختار علم الناس ما بيقولك استقلاق قرار وطني يبقى رئيس عنده قدرة على استقلاق قرار تقول له القدرة دي عرفها من تاريخه سان سجن وعزب ودخل وناضل وثبت ما بقولش على نفسي أنا أو غير يعني لأن مع حمدين سجن أيضا وكذا وكل أليس هذا ممكن يبقى دليل على هذه المسألة إنسان كان له مواقف سياسية قوية أنا معي رئيس آخر من المرشحين لم يسجن أنا ما بقولش كده أنا بقولي أصلا أنا بقولي أنت بقولي استقلال قرار وطني وقدرته على الحفاظ عليه جايف مواقفه السياسية على مدار تاريخه معشان كده أنا بقولي المجهول ده ما ينفعش يترشح ممكن نرجع كل واحد مننا ليه تاريخ المصالحة مع الدين دي يعنيëفن يعني ممكن متصالحة مع الدين يعني ايه أن يكون متصالحة مع الدين يعنيشخص اليسى عنده أفكار ضد القيم العليا للأديان سواء الإسلام أو المسيحي إيه إذا كان فيها وده من حقه أن يكون عنده ها за أنا بقولش ما مفيش عمله ها يعني 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 يا فندم أنه هو في حد ضد الدين في البلد دي يعني فيه ممكن يجي لنا رئيس وأنت أليم عاوز يعني تفرض الدين على كل 87 مليون أنا مش عايز أفرض يعني لو أحد طلع ما هواش مع الدين ما هواش مع الشريعة ما هواش مع قيم الإسلام ما هواش مع قيم المسيحية واحد علماني متطرف هتعمل ليه هتم فيه ولا هتعدمه لا مش هنفيه ولا هعدمه خلاص هيقعد معنا يقعد معنا طبعا لازم يقعد معنا المواطن من حقه أن يقعد معنا وإحنا مختلفين جدا معاه لكن يقعد معنا ويتمتع بحقه كمواطن دي فكرة التصالح مع الدين آه فكرة التصالح ويبقى أننا فتحنا ملف الدين فهنفهم ما هو دور الدين في الفترة القادمة ما هو حجمه في برنامج دكتور عبدنا والفتوح ده كان بنحاول نفهم بس يعني خطوط خارجية وخطوط عريضة ونبتدي ندخل في تفاصيل أخرى بوسائل أخرى زي ما أنتوا شايفين عندنا بوسائل أخرى غير الحوار يعني لا بالحوار برضو ولكن يعني أنا قلت يكون عندكم هنا وسائل أخرى والله فندم كانت موجودة قريب هنا بس الحمد لله الحمد لله اللي مشيت يعني ونحاول بطرق أخرى وبسائل أخرى أن نحن نفهم أكتر الرئيس القادم أو الرئيس المرشح لرئاسة مصر بيفكر زي زي ما أنتوا شايفين المسألة لا علاقة بكثير من الرومانسية السياسية يعني أنا لو بقول أنه دي يعني فيه كثير من الرومانسية السياسية اللي أيما على مبادئ كثيرة وأخلاقيات كثيرة في العمل السياسي هنطلع فاصل الإعلان ونرجع تاني ابقوا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ومن ثم يتقال كلام كتير ونغط كتير وحتى يثار على ما تستفهام فمعروف الدكتور عبد منام بالنضاله بشجاعته بمعايشته للناس بإلاقاته الاجتماعية الهائلة لديه شبكة إلاقات الاجتماعية وليه قبول داخل الإخوان وقبول على مستوى المجتمع المصري بل مجتمع العربي والإسلامي لا شك دكتور عبد منام كأمين عام الاتحاد للطباء العرب أثبت كفاءة